بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الأسبوع وبالتأكيد حلقة هتكون نشاملة لكل الأحداث الرياضية سواء المحلية أو الإفريقية أو الدولية ومتابعة الجديد بالنسبة طبعا لما يطرح وما يصار من قضايا عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة بالتأكيد خلال الفترة القادمة ما فيش مباريات رسمية في أجندة دولية منتخبنا الوطني بيستعد للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأم فهنتكلم عن الفترة اللي جاية إزاي الأهلي بيستعد عنده مباراة كأس مصر وعنده كمان مباراة في الدوري 15 و19 ستة وكمان هنتكلم على منتخبنا الوطني عنده مباراتين في التصفيات الإفريقية وبداية عهد جديد مع إهاب جلال كل ده هيكون من خلال صفحات السوشيال ميديا والمواقع الرياضية واللي بتتكلم فيه الناس حتى والجمهور بخصوص الساحة الرياضية والأحداث كمان اللي لسه مصاحبة لي مباراة الأهل والوداد في نهاية دوري أبطال إفريقيا وما صحابة بقى من تصرحات وأخبار ومعلومات ولسه الملف ده مفتوح لأن يبدو كده الملف ده ممكن يكون لتأثير على المشهد الرياضي في القرى الإفريقية زي ما حدث في 30 مايو 2019 والأحداث اللي حصلت وقتها في نهاية دورة أبطال إفريقيا 2019 كان لها تأثير أيضا كمان على تغيير المشهد والخريطة نسبيا في القرى الإفريقية وفي الاتحاد الإفريقي نتمنى أن التصريحات والمواقف الأخيرة دي تدينا فرصة اللي احنا نبدأ ندخل ونصلح في مشهد الكرى الإفريقية لفترة جاية عشان يكون 30 مايو ده يوم تاريخي في عهد الكرى الإفريقية في 2019 اتعدلت ولكن بطريقة مستسليمة أوي وإن شاء الله في 2022 اللي حصل ده هيكون فرصة للتغيير من أجل تطوير الكرى الإفريقية ووضع الكرى الإفريقية في مكانتها الصحيح طيب حلقة النهاردة فيها التفاصيل مهمة جدا لكن أبدأ بي سؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة بالتأكيد عايز أعرف رأي حضراتكم في القائمة النهائية اللي اختارها الكابتن إيهاب جلال لمنتخب مصر استعدادا لمباريات التصفيات المؤهلة لكود ديفوار 2023 كل واحد يشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة أخيرة أستعرض أكبر قدر من أراحة حضراتكم في رأيكم في القائمة اللي اختارها إيهاب جلال لمباريات مصر في التصفيات الإفريقية لكن بسرعة خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق راحة من التدريبات وكمان انضمام لعاب الأهلي وصلاح للمنتخب اليوم وأخيرا طرح تذاكر مباراة مصر وغينيا طبعا كلام مهم جدا بالنسبة لمرحلة جاية مصر عندها مباراة مهمة مع غينيا في التصفيات الإفريقية كل التوفيق رب المنتخبنا الوطني أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونبدأ أولى فقراتنا في برنامج ترند وعندنا تفاصيل مهمة جدا وهنتكلم في ملف أتمنى الناس تركز معنا في الكلام اللي جاي لأنه هنبنى عليه حياة كثير في الفترة اللي جاية فاصل ثم نواصل أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند الفقرة النهاردة هتكون مهمة جدا لأنها هتركز في تفاصيل أعتقد محتاجين نكون واضحين فيها بالنسبة للمرحلة اللي جاية الماتش انتهى وأحداثه كلنا عرفناها وتابعناها وشفنا خلاص المسرحية اللي اتعملت فيه الفترة الأخيرة ازاي نتيجتها قدام الرأي العام العالمي كانت واضحة للجميع يوم 30 مايو 22 في مراكم محمد الخامس في كذا بلانك ولكن الملفت للانتباه بالنسبة لكل المتابعين والمهتمين بشأن الكرة الإفريقية ان الموضوع منتهاش عند تسليم الميدليات والكأس والقصة انتهت لا الموضوع زاد بتصريحات انا على المستوى الشخصي كصحفي لما اجي اتلقى هذه التصريحات الاول بتأكد التصريحات دي جاية منين هل من جاية من الصحافة المغربية ولا التصريحات دي منسوبة لصحافة اخرى ولا التصريحات دي الهدف منها حاجة سلبية ما انا لازم برضو لما اخد اي تصريحات لازم اركز في تفاصيلها طيب عموما التصريحات للسيد فوزي لاججع عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا والكعف ورئيس الاتحاد المغربي كانت من الصحف المغربية طيب انبارح انا مستنى يطلع رد او نفي لان الموضوع بصراحة بالنسبة لي كان مستفز جدا للكلام اللي اتقال والتصريحات اللي اتقالت والله عاستعرضها دلوقتي بس عايز اتكلم في جزئية تانية قبلها كان كلام غريب ملوش علاقة بالاحداث وبالمباراة وبالانتصار انت فزت بالكاس وحققت اللي انت عايزه خلاص انتهى ايه اللي فات اللي انت عايز تتكلم عليه لكن عموما خرج الاستاذ محمد مكروف وهو زميل اعلامي والمتحدث الرسمي للاتحاد المغربي لقرة القدم واتكلم وقال ان كل ما نسب من خلال صحيفة الشروع الجزائرية عاري تماما من الصحة انا بقول لكم بالضبط النص اللي قاله في المداخلة اللي قالها مبارح مع احد الزملاء او مع احد الزملاء في احدى القنوات الفضائية قال اللي ذكر بالضبط من خلال صحيفة الشروع الجزائرية عاري تماما من الصحة انا هتطفق معاك انه عاري تماما من الصحة ولكن الملفت للانتباه بالنسبة لي أن التصرحات بيقعد نشروها من تاني في أكبر المواقع الرياضية المغربية ما هي لو التصرحات غلط أكتر ناس هتكون حريصة على النفي هي المواقع المغربية يا أستاذ محمد يا سيد فوزي التصرحات اللي اتقالت دي يجب عليك أن تخرج بنفسك لنفيها صوت وصورة مش متحدث علام يطلع يتكلم أو بيان ينشر أنت بنفسك تطلع تنفي أنا عارف دايما أنك عندك الشجاعة وبتطلع تتكلم بس التصرحات اللي اتقالت مبارح واللي عستعرضها دلوقتي من خلال موقع البطولة أنت بنفسك لازم تطلع تنفيها لأن موقع البطولة المغربي لما ينشر الكلام دا مبارح بالليل بعد نفي المتحدث الإعلامي للاتحاد المغربي لا هنا لازم أقف ليه؟ مكتوب قدامك هو يا جماعة وأوضح رئيس الجامعة الملكية المغربية لقرة القدم بالقول زمن الفساد والاحتقار القروي الذي عرفته أفريقيا طيلة سنوات انتهى ولم تعد هناك إمكانية لاحتقار الألقاب كما في السابق مين اللي بيحتقر الألقاب؟ مين اللي بيعمل فساد؟ يعني الكلام دا مين المقصود بيه؟ يعني الكلام دا يا جماعة حضرتك لما تطلع تقول الكلام دا وانت كسبان توصد مين؟ مهو اللي بيحتكر الألقاب وصاحب الأعلى الرصيد من الألقاب القراهية الأندية المصرية الأهل عشر دوري أبطال إفريقيا الزمالي خمسة دوري أبطال إفريقيا الإسماعيلي بطولة فستاشر لقب من دوري أبطال إفريقيا للأندية المصرية عدد ألقاب الأندية المغربية الوداد الرجاء الجيش الملكي سبعة الأهل الواحد وعشرة توصد مين من اللي بيحتكر الألقاب؟ وتوصد مين من الفساد؟ ما هو الكلام ده ممكن يكون مقصود بمين هل توصد مازمبي هل توصد الأهلي هل توصد الزمالك هل توصد الأندات التونسية هل توصد الأندات الجزائرية تصرحتك ده عملت بلبلة بشكل غير طبيعي ولما يتم نافياها ثم تأكدها من موقع البطولة بالأمس لازم أعمل هنا لأ نقطة من أول السطر حضرتك لازم تطلع بنفسك يتأكدها يتم فيها لأن احنا عندنا ردود كبيرة جدا على الكلام ده الأهلي لما فاز بالألقاب الأهلي لما يحتكر ألقاب بطريقة تانية الأهلي لما خسر لقابين وكان ممكن يعمل رقم قياسي في 2007 كان من خلال الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون التاريخ موجود يا جماعة مش هيتنسي والأحداث كلها ناش شفتها مين اللي منع الأهلي من احتقار اللقب للمرة الثالثة على التوالي مش الحكم الدولي المغربي عبد الرحيم العرجون مين اللي منع الأهلي من احتقار الرقب للمرة الثالثة ولولماتش ده بتلاقي في ملعب محايد مش ملعب الفريل منافس مش القرار اللي يتاخد من الاتحاد الافريقي من خلال السلطات والقوة اللي موجودة للاتحاد المغربي أو لفوز لكجع داخل الاتحاد الافريقي مين ما هو اللي بيمنع فريق ان يعمل أرقام قياسية بعرقه وبجهده حضرتك مش حد تاني مين اللي كان عايز يمنع الأهلي في 2008 بالفوز بدور أبطال إفريقيا ومنع الحكم الجزائر جمال حايمودي من إدارة أي مباراة كان في عهد عيسى حياته لما الفريق اللي هو موجود في معقل نادي القط اللي هو موجود في نادي أو موجود في جاروة في الكاميرون هو اللي منع الأهلي ساعته وكان عايز يعيخ الأهلي كان في حكم متميز اسمه جمال حايمودي اللي بالمناسبة جمال حايمودي أفضل حكم جزائري دور عليه شفوه شغال في لجنة الحكام في الكاف ولا لا مش هكليه موجود شفوه بعد ما بطل الاتحاد الافريقي بيستعين لا بي ولا لا مش هكليه موجود ليه لأنه حكم نازيه حكم مميز في وجود رئيس الاتحاد الافريقي قدر مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بكل عدالة والأهلي فاز بدور أبطال إفريقيا 2008 فلما تتكلم على الاحتقار والفساد لا استوب استوب انت هنا حضرتك بتتكلم لازم توجه انت عايز تقصد من بكلام ده ولما تطلع ترد انت ترد بنفسك لأن النفي اللي طلع مبارح أنا كنت بتمنى أن يكون نفي منك وعموما طلع المتحدث الإعلامي وقال بننفل الكتب في الشروع الجزائرية لا يا حضرتك يا فاندي ما أنا عايز نفي على ما نشوف الصحف المغربية بنفسه رئيس الاتحاد المغربي وعضو اللجنة التنفيذية في الفيفا والكاف يطلع ينفي لأن لو فتحنا مسألة الفساد الإداري والفساد لا فيه كلام كتير أول ممكن يتقال يكفي إن أنا كمسؤول رياضي مصري أو أندية مصرية ما عندهاش مسؤول قاعد جوه على كرسي وكن ضرب حكم أنا ما عنديش حد ضرب حكم ومكمل في مكانه أنا كأندية مصرية أو كمسؤولين مصريين ما عندناش مشكلة مع حد ومكملين في مكاننا ووراقنا سليم لكن لما يكون الكلام ده حصل في 3 يوليو 2019 ده مش كلامي أنا ده حيثيات وقرارات لجنة الانضباط في 3 يوليو 2019 لما لجنة الانضباط نشرت وقالت إحالة ملف مباراة الزمالك ونهضة بركان إلى لجنة الانضباط بسبب الخلاف والاشتباك اللي تم بين رئيس الاتحاد المغربي مع الحكم الأسيوب بلاكت سيمة ده كلامي؟ ده نقوا على الشاشة على فكرة ده كلام لجنة الانضباط مش كلامي أنا اتكتب تقرير من الحكم الأسيوبي واتكتب تقرير من جوستافو ندونجو أدو المرائب المباراة وتقال إن تم الاعتداء من رئيس الاتحاد المغربي عضو اللجنة التنفيذية على الحكم الأسيوبي ليه ما اتخذش قرار وقتها؟ مين اللي ضغط على الحكم عشان يسحب شكوته؟ هل ده يعتبر إيه حضرتك ما بين قصين باللي انت بتقوله النهاردة ومبارح في الصحف؟ ده معناه إيه؟ ده قمة إيه؟ أنا مش هقول قمة إيه حضرتك دلوقتي شايفين ده قمة إيه؟ ده قمة إيه اللي حركت قدامها لك الشاشة ده دلوقتي؟ يبقى لما نتكلم عن الاحتقار والفساد لازم نوضح إحنا بنتكلم على إيه؟ لأن الكلام ده لما يتقال بعد مباراة الأهل والوداد بالشكل ده لأ لازم نقف هنا ونعمل يعني موقف قوي لأن انت هنا بتتكلم على الأندية المصرية ولا بتتكلم عن مين بالزبط وخد بالك أنت بتعمل إثارة ما بين الجماهير بشكل مش كويس حضرتك فايز والنادي الأهل احترم القرارات وكان موجود في الملعب والكابتن محمود الخطيب احترم البروتوكول وكان موجود في تسليم الميداليات وكلنا عارفين المشهد المبركة نعمل إزاي؟ ومع ذلك تخرج بالتصرحات تقول فيها زمن الاحتقار والفساد في أفريقيا ولا؟ ولا على مين؟ مين اللي كان عامل احتقار وفساد؟ أتمنى أتمنى أن يكون فيه خروج رسمي من السيد فوز الأججع بنفسه صوت وصورة يطلع يوضح يأما هو بنفسه يرفع قضية على المواقع لنشرة الكلام ده هو بنفسه له هو حريص على العلاقات وحريص على الشكل الرياضي لدول شمال إفريقيا يطلع بنفسه يرد على التصرحات دي بنفسه يأما يرفع قضية على المواقع لنشرة الكلام ده ما عندش كلام تقوله أكتر من كده لأن احنا لو فتحنا الملفات دي دي ورقة دي ورقة في كلام كتير اسم الأهلي كبير في أفريقيا الأهلي لم يحتكر بطولات إلا بعرقه ومجهوده ومكانته وقيمته الأهلي اللي مشارة في القرى الإفريقية في المحافل الدولية للتحاد الدولي أكبر اتحاد والمهيمن والمسيطر على كل الاتحادات القرية وصاحب اللعبة لما بيشيد بالكرة الإفريقية بيتكلم عن اسم الأهلي لما بيوجه رسالة تهنية بيوجه رسالة للأهلي الأهلي لما بيوصل كاس عالم أندية وبيبقى موجود على منصة تويج رئيس الاتحاد الإفريقي بيبقى فرحان ومبسوط لأنه عنده ممثل لقرة إفريقيا موجود على المنصة في المحافل الدولية أمام رئيس الاتحاد الدولي لكن هنتكلم عن احتقار اي احتقار واي هيمنة واي سيطرة تاريخ القرى المصرية هو من انشأ الاتحاد الافريقي تاريخ القرى المصرية هو اللي عمل اللي وايح والنظم في الاتحاد الافريقي تاريخ القرى المصرية هو اللي قبر المسابقات الافريقية مين اللي طور مسابق الدورة يا ابطال افريقيا مين اللي عمل من شكل القرى الافريقية قيمة ومكانة مين اللي تواجد في كاس العالم التسعين امام اكبر الفررة الاوروبية لما نتكلم عن الاحتقار والمنافسة يعني اتكلم صح؟ يعني ما نتكلمش او لو ما بنعرفش نتكلم ما نتكلمش او على حد يتكلم على احتقار وفساد بالشكل ده لان عندنا ردود كتيرة ممكن تتقال 3 يوليو 2019 دي ورقة من ضمن حيات كتيرة ممكن تتقال يطلع ينفي بنفسه يقيم الموقف كده هيبقى صعب جدا على المستقبل بالنسبة للقرى الافريقية لان القرى الافريقية لو ماشى بالشكل ده مش هينفع كده مش هينفع طيب دي جزئية الجزئية الثانية وهي متعلقة باللجان الناس دايما بتزعل احنا ليه ماناش تواجد داخل الاتحاد الافريقي طيب زي النهاردة من سنة وهستعرض على الشاشة دلوقتي من خلال اللي اللزومة اللي معاه في الكنترول زي النهاردة 1 يونيو 2021 فعهد اللجنة السلسية اللي كانت موجودة وبيدير اتحاد الكورة قدامكم على الشاشة هو 1 يونيو 2021 زي النهاردة ايه اللي اتبعت ده؟ ده خطاب اتبعت من الاتحاد الافريقي لكل الاتحادات الاهلية في القرى الافريقية بتقول لهم قدموا الكوادر والاسماء اللي انتوا عايزينها عشان تتحطي في اللجان الدائمة داخل الاتحاد الافريقي وتقال ايه؟ اخر موعد لتقديم الاسماء قدامكم على الشاشة هو الديدلاين يوم 28 يونيو 2021 28 يونيو 2021 يعني كان فيه ديدلاين لتقديم الاسماء والكوادر لكل اتحاد وطن في القرى عايز يرشح يعني الشباب او يرشح الكوادر يتبقى موجودة في اللجان الدائمة في الكاف يعني اللجنة المنظمة لكاس الامم اللجنة المالية لجنة كاس بطولة الامم الافريقية لجنة مصابقات الانديا الافريقية ونظام الترخيص لجنة 23 سنة والعشرين والسبعتاشر كرة الصلاة والشاطئية لجنة شئون القانونية اللجنة الطبية كل دي لجان الكاف طيب وانا على الهوى وقدامكم هذا الخطاب فقط وحصري على شاشة قناة الاهلي انا بطلب من المهندس احمد مجاهد وقته لما كان رئيس اللجنة السلسية يطلع يرد علي هل في 28 ستة وقبل 28 ستة حضرتك بناء على هذا الخطاب بعدت للاتحاد الافريقي الكوادر اللي ممكن تكون موجودة في اللجن بتاعة الكاف ولا لا ده سؤال واضح ومباشر هل قبل 28 ستة بعدت الاسماء ولا لا وهل خدت موافقة من فيرون انك تأجل الاسماء شوية وبعدت الاسماء بعد كده ولا لا وهل حضرتك كنت مستني تنصيق ما مع احد الشخصيات انه ينصق مع اتحاد اخر عشان لما نحط اعضاء اللجان يكون هنا في كوتا وهنا في كوتا ويبقى فيه ناس هنا وناس هنا بتوعل التحاد ده وبتوعل التحاد ده ولا لا وهل التنصيق ده اللي حضرتك قلت مستنيه ادرب القرى المصرية ولا لا انا بوجه لك تساؤلات مباشرة على خطاب رسمي اتبعت في عهدك وانت رئيس للاجنة السلسية يوم واحد ستة عشرين واحد وعشرين الكاف قالك ابعت الكوادر اللي عايز تحطها في اللجان وتقالت لك اللجان ولجان مهمة على فكرة لجان مهمة جدا ولجان دائمة حضرتك قلت مستني مين ينصق مع مين وليه حضرتك بعت الأسماء بعد تمانية وعشرين ستة وهل التنصيق ده افاد القرى المصرية ولا قدرها ده سؤال مباشر للمهندس احمد مجاد اتمنى يطلع يرد علي ويطلع يرد مش علي انا بس على كل الجمهور لان السؤال ده سؤال مهم جدا عشان نعرف القرى المصرية بالفعل فيه ناس خايفة على مصلحتها ولا خايفة على مصلحتها الشخصية فيه ناس خايفة على مصلحتها الشخصية ولا خايفة على مصلحة القرى المصرية دي جزئية الجزئية التانية هو مش الكاف الف البيان ده او في الخطاب ده في ديدلاين تمانية وعشرين ستة ولما قال الاندية اللي عايزة او الاتحادات اللي عايزة تنظم المسابقات الافريقية سواء دوري أبطال أو كونفدرالية مش حطي ديدلاين برضو وقال ما ينفعش تبعث بعده طيب أنا عطلع لكم دلوقتي بخطابات برضو مفاجأة للناس في الكاف وللناس في الاتحاد الإفريقي عشان نعرف هل بيتم احترام الموعيد اللي بتكتب ولا بتعدي بالمزاج ما أنت لما قلتلي أنت ما قدمتش بعدتلك بعدتها وقلتلك أنا عايز أنظم قلتلك لا وهالمعاد انتهى طيب أنت دلوقتي في خطاب زي ده قلت 28-6 ده آخر معاد طيب نطلع بالمفاجأة 28-6-21 كان آخر معاد عشان تحط كوادر في اللجان تخيلوا 28-6 يعني بنتكلم من سنة من سنة طيب إيه اللي حصل بعدها أول جواب معايا بتاريخ 1 مايو 2022 يعني من شهر يعني ديدلاين خلصان من 10 شهور أو 11 شهر وبتحط تعيين لحد بتاريخ 1 مايو 2022 قضانكم على الشاشة ده ترشيح بتاريخ 1 مايو 2022 من اتحاد جنوب السودان للسيد عبدالله عبدو عبدالله عشان يتعين في إحدى اللجان داخل الاتحاد الأفريقي تمام؟ إيه هي اللجنة؟ لجنة كأس الأهم الأفريقية لمدة من 2022 إلى 2024 تم تعيينه في اللجنة لمدة سنتين التعيين تم إمتى 1 مايو 2022 الله هو مش ديدلاين كان 28 ستة 2021 طب ما علينا؟ يمكن ده واحد كده إيه؟ قالك مفيد فنحطه طب نشوف الخطاب التاني اللي كان بتاريخ 4 خمسة 20 22 هللاقي فيه مفاجأة تانية مين؟ ترشيح من اتحاد الكنغو الديمقراطية يعني الغياد دلوقتي حتى مش شايف الاتحاد المصري لا ترشيح من اتحاد الكنغو الديمقراطية بتاريخ 4 مايو لمين؟ لدكتور إخوان بييرا كاكالا بتاريخ 4 مايو 2022 هو أنتوا يا جماعة مش عاملين ديدلاين 28 ستة 21 هي الناس بتتعين في اللجان بعد نهاية الموعد بكم شهر؟ بسنة يعني مش بشهر مش بشهرين بعدها بسنة بتعين ناس في اللجان بعد انتهاء الموعد بسنة ده في اللجنة الطبية إيه اللي حصل في اللجنة الطبية فجأة عشان يجيبه واحد النهاردة بعد غلق المعاد بسنة طب لما طلبت منك أنظم قلتلي لا ده فيه معايد لازم تحترمه الله هي فيه موعيد ولا ما فيهش موعيد بصوا احنا ما بنتكلمش كلام كده في الهوى احنا بنعرض ورق حد هيتكلم على الفساد عندنا ورق حد هيتكلم على أي كلمة مش مسؤولة نرد عليه بالورق اللي على راسه بطحة هو عارف ومحدش يعني فيه مثل شعبي يقولك ما تحدفش الناس بالطوب وانت بيتك من إزاز ولا يضيع حق وراءه مطالب ونفضل ما يكملين في قضيتنا لأنه قضية عادلة وأي حد هيكلم تاني عن القرى المصرية أو أي كلام سلبي لنا ردود والكاف الفترة اللي جاية النهاردة هو 1-6-20-22 على بطالب الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد الكورة لو هو حريص بجد على القرى المصرية النهاردة بداية موسم جديد بالنسبة للقرى الإفريقية ابعت قيمة بالكوادر اللي انت عايز تحطها في لجنة الاتحاد الإفريقي عايز أشوف حد موجود في لجنة كاسي الأم الأفريقية عايز أشوف حد موجود في اللجنة المالية اللجنة المالية اللي بيرقاسها فوز الأججع عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا وفي الكاف. هو رئيس اللجنة المالية. اللي اخر سنتين تلاتة كان فيها خسائر مالية. وده ميزانية الكاف مش ميزانية انا مش كلام انا. الميزانية نفسها فيها خسائر اخر سنتين تلاتة. عايز اشوف حد في لجنة تنظيم وسبقات الاندية. اللي كان موجود فيها الكابت المحمود الخطيب. واللي اللجنة دي لم تنعقد خلال هذه الفترة. لم تنعقد هذه اللجنة. كل اللجان اللي تم تشكيلها بعد المواعيد دي ما بتنعقتش ما بتجتمعش عايز اشوف حد في اللجنة كاسو الأمور الأفريقية للشباب عايز اشوف حد يا أساس جمال علام في اللجنة الكرة النسائية لجنة كرة الصلاة والكرة الشاطئية اللجنة الفنية وتطوير الكرة الأفريقية معقولة الكرة الأفريقية لما تعمل لجنة فنية ولجنة تطوير ما يكونش فيها حد من مصر عايز اشوف حد في اللجنة الشؤوني القانونية والاتحادات الوطنية اللجنة الطبية لازم يكون لك كوادر مصر كبيرة ومصر عندها كوادر مصر أنشاءة الاتحاد الإفريقي مصر لها الرصيد الأعلى والأكبر على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية مصر ققيمة تسويقية بتساهم بنسبة 60-70% من مداخل الكاف نهاية دورة أبطال إفريقيا لما فيهوش نادي مصر بقيمة الآلي شوف المطشة هيشوفه كم دولة شوف المطشة هيشوفه كم واحد مصر لو مش في كاس أمم الإفريقية شوف البطولة أهميتها وتسويقها في الشرق الأوسط القلنة قلة على الحقوق لهذه البطولات لو ما فيهاش فريق مصري بتخسر كام قيمة مصر ومكانتها كبيرة فأتمنى نهاردة واحد ستة عشرين اتنين وعشرين اتحاد الكرة الحالي يبدأ يدور على اللجان الدائمة في الكاف في الفترة اللي جاية واللي كانوا موجودين قبل كده اللي هيديف فيه وميكمل ولو عندك إضافات وعايز تديف أسامي تانية اضيف لكن ما يكونش تنصيق مع اتحادات تانية لأهداف شخصية يكون التنصيق لحساب مصر ولحساب القرى المصرية في المقام الأول مش على حساب نحن لحساب القرى المصرية في المقام الأول أخرج فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف أخبار الأهلي وإزاي الأهلي بيستعد للمرحلة الجاية وبرضو السوشيال ميديا اتكلمت عن الأهلي إزاي في الساعات الأخيرة وإيه الجديد في الفترة اللي جاية أعلم بحضراتكم من جديد وأخبار الأهلي والاستعدادات في المرحلة اللي جاية عندي خبر يمكن مهم جدا ونشر على الموقع الرسمي للنادي الأهلي منذ لحظات بيتسو موسيماني هيشارك في دورة فيفا بالمغرب الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا عمل دورة تدريبية في المغرب فبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي غادر القاهرة إلى المغرب منذ قليل بعد الحصول على موافقة النادي لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد الدولي فيفا للمدربين الأفرقى خلال الفترة اللي جاية يذكر أن موسيماني تلقى دعوة للمشاركة في هذه الدورة التدريبية منذ فترة وقام بعرض الأمر على إدارة النادي التي وفقت على حضوره خاصة أنها دورة تأتي خلال فترة التوقف الدوري بسبب الأجندة الدولية موسيماني بالمناسبة ومعال الرخصة البرو أو الرخصة البروفيشنال من الاتحاد الإفريقي وبيحاضر كمان في الفترة الأخيرة وكان سبق أكثر لمرة حتى هو أشار أنه لما حضر دورات تدريبية كان موجود معايا عدد من المدربين كان أبرزهم بالطبع المعلم حسن شحاتة كابتن حسن شحاتة صاحب الرصيد والرقم القياس الكبير تلاتة كاس أمم إفريقية منخصنا حظه محدش وقف وعمل له مشكلة في البطولة التالتة ولا قال له احتقار وقدر يفوز بتلاتة كاس أمم إفريقية وظلمونا في كاس العالم بس يعني خدنا تلاتة كاس أمم إفريقية بس برضو الناس كانت زعلانة فقال لك لا ما هياخد التالتة مايروحش كاس عالم عايز يروح كاس عالم ما تاخدش التالتة فعنغير لوائح وعنغير ايه ولا ايه ولا ايه لكن المعلم حسن شحاتة اسم كبير محفور في كرة المصرية وكلنا بنقدره وبنحترم وبنسعد دايما لما بنشوفه في كل الأحداث الرياضية طيب نروح بقى لتريند الأهلي ونتناول مع بعض الكلام الموجود في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة تريند الأهلي أول حاجة معايا فيها حساب سبور تلتمية وستين مصرية بيتكلموا على أرقام مسماني مع الأهلي في جميع البطولات لعب مع الأهلي مية واثنين مباراة في ست بطولات ما تقيمك للجنوب إفريقي مع المارد الأحمر حتى الآن ياخد كام من عشر طيب الأرقام ايه؟ لعب مية واثنين مباراة فاز خمسة وستين مباراة اتعادل في ستة وعشرين مباراة خسر حداشر مباراة سجل متين واثنين واستقبل سبعة وتمانين أنا بالنسبة لي رقم استقبال الأهلي لسبعة وتمانين هدف أنا شايفه رقم صعب جدا مش الأهلي اللي يدخل فيه سبعة وتمانين هدف حتى لو كسبان كل البطولات يعني اللي كان بيميز الأهلي برضو هو كسبان يوم ما يخش فيه أهدف الدوري عشرة، حداشر، اتناشر ما بنسمعش أخطر من كده بس سبعة وتمانين هدف هل ممكن بقى في ظل غيابات كتيرة في ظل إصابات كتيرة ما هو برضو اللي ميجين قايم لازم نحط كل التفاصيل قدامنا غياب بدري بنون، غياب أكرم توفيق كان فيه غيابات حتى فيه الدفاع كتير محمود متولغ في فترة طويلة كان فيه فترة غياب رامي ربيعة غياب ياسر في فترة غياب أيمن أشرف غياب علي معلول برضو فترة كان فيه تغييرات كتيرة في الدفاع حتى نص الملعب لم يسلم حتى من الإصابات فيه فترة هو غيب فيها عمر السلية ولما شارك في النهاية كان ربع ساعة لأنه لسه راجع بعد غياب أحاولي شهر أو شهر ونص فالرقاً محتاج ندرس ونشوف إيه الأسباب غيابات محتاجين صفقات ده بالتأكيد هيتم متابعته في الفترة اللي جاية طيب نروح لحساب الوطن الرياضي والسؤال والعنوان الأزلي اللي هيكون مصاحبنا في الفترة اللي جاية الأهل يحسن مصير مسماني خلال أيام وترشيح فيلر وكارتيرون لخلافته أنا بنفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً لا في ترشيح لفيلر ولا في ترشيح لكارتيرون ولا إدارة النادي أصلاً أعلنت أن هيها تجتمع لحسم مصير مسماني بل بالعكس وقت منتشرت أخبار ومعلومات في هذا الشأن النادي الأهل كان عنده رد رسمي بخبر رسمي على الموقع مكتوب فيه الأهل لم يدعوا لأي اجتماعات طرقة خلال الفترة اللي جاية وبالتالي مسماني في فترة أجازة أو هيحضر دورة في المغرب ولما يرجع هيستعرف التدريبات عشان فيه مباراة كأس مصر يوم 12 ستة مع المصر بالسلوم بعد كده عنده 15 ستة مع أستر نكونباني في الدورة مباراة موجلة 19 ستة مباراة الزمالك فيه 29 ستة أو 29 ستة أو 26 ستة سوري آسف 26 ستة لقاء برامدز في كأس مصر فبالتالي شهر فيه مباراة مهمة جدا وحاسمة في ثلاثة بطولات اتنين كأس مصر وبطولة الدورة ولقاء القمة أمام الزمالك طيب حساب كورا بلاس عاجل اجتماع ودي لإدارة الأهل خلال ساعات بسبب أحداث نهائي أبطال إفريقي طيب ده على وحدة كورا بلاس وطالما اجتماع ودي ما بيتمش الإعلان عن اجتماعات وديية يا اجتماع رسمي يا إما ما فيش اجتماعات لكن عموما لو فيه حاجة رسمية بالتأكيد النادي الأهل ما عودنا ان هو بيتم إعلانها وبيخاطب جماهيره بشكل رسمي وبيعرفهم كل التفاصيل الأهرام بيكلموا على ان ملف المعارين يتصدر جلسة لجنة التخطيط في الأهل مع موسيماني وطبعا الكلام ده عكس الكلام اللي مكتوف في الوطن سبورت ما هو الأهل لو هيحسن مصير موسيماني هينقش معاه المعارين أكيد لا فبالتالي ده اندل على شيء بيدل ان فيه تضارف في المعلومات وكل واحد بيحاول يكتهد لكن ما فيش معلومة رسمية في هذا الموضوع بخصوص موسيماني واللي قدامك هو المصر الرياضي الفترة الجاية ما عندناش غير العنوان ده انقسام بين مجلس إدارة الأهل ولجنة الكورة حول مصير موسيماني هل حد صرح وقالك أنا عايزه يمشي وعود وتاني قالك لا أنا عايزه يقعد ما حصلش طب الانقسام جاي منين كلها اكتهدات والصحافة عمتا لما بتشوف فيه خسارة على طول لعيب هيمشي لعيب هيتباع مدرب هيمشي تغيير في الجهاز ده شيء بيبقى متبع في الإعلام وفي الصحافة لكن الخبر الرسمي دايما تنتظره من الإدارة لما بيكون فيه قرار رسمي والقرار الرسمي المنطقة الطبيعي دلوقتي الراجل عقده مكمل وقت ما الإدارة تشوف انه لا فيه توقيت لازم يكون فيه انفصال اكيد هتعلم لكن فيه مفيش يعني بالتالي اي كلام ده عبارة عن اجتهادات ولازم اأكد ده كل شوية الى ان يخرج خبر رسمي او قرار رسمي بهذا الشعب اليوم السابع بتكلم على لجنة التخطيط بالآله تطلب عودة احمد ياسر ريان للقلعة الحمراء في الصيف انبارح كان معايا نفس العنوان لكن الامر بيتوقف على حاجتين هل احمد ياسر ريان عنده عروض فعايز يطلع اعارة تاني هل عنده عروض قويسة انه يطلع بيع في الفترة الجاية هل الادارة او لجنة التخطيط شايفة ان فيه استفادة من امكانيات احمد في الفترة الجاية بعد العودة من الاعارة في الدور التركي كل ده بالتأكيد عن يعرفه بس مش النهاردة ولا بقرة الكلام ده مش هيبان قبل نهاية تمانية لان لسه الموسم مستمر لغاية تلاتين تمانية والقيد لسه يبدأ واحد تسعة طيب يلا الكورة بتكلم على ان فيه مصدر باخطر طبيب المنتخب بحالة محمد عبد الملان كلنا شفنا عبد المنعم ما لعبش مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد بسبب الاصابة وبالتالي فكرة انضمام المنتخب دي محتاجة تقرير طبي من النادي الاهلي لطبيب المنتخب فهيتم التنصيق اكيد خلال الساعات الجاية وهيتم الاعلان اذا كان عبد المنعم يلحق يلعب في الاجندة ولا هياخد راحة عشان يستكمل برنامجه التأهيل والعلاجي مع الاهلي وان كانت فرصة وجود عبد المنعم مع المنتخب اعتقد بنسبة تسعين في المياه صعبة جدا وهيكمل مع الاهلي الفترة اللي جاية الوطن الرادي بيتكلم على ان النادي الاهلي بيحتفظ بصدارة تصنيف انديت الكاف رغم خسارة لقب دوري ابطال افريقيا وبالامس برضو ممكن عدد من المواقع اتكلمت على التصنيف الاهلي في المركز الاول ثم يليه الوداد ثم الترجي ثم الرجاء ثم نهضة بركان ثم مازمبي ثم سانداونز ثم الزمالك في المركز السابع يعني الاهلي الحمد لله في الصدارة رغم خسارة اللقب الافريقي ب76 نقطة وده تصنيف خلال اخر خمس سنوات وتصنيف لقب نادي القرن حتى في الـ 22 سنة من القرن الجديد بعد القرن الماضي وهو نادي القرن المحتفظ بكل البطولات طيب ده كان ترند الاهلي وابرز المنشتات والعنوين في السوشيال ميديا اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونروح للترند المحلي وباية فقرات برنامج الترند اهلا بحضركم من جديد وفقرة الترند المحلي ونشوف مع بعض ابرز اخبار منتخبنا من خلال صفحات السوشيال ميديا وازاي منتخبنا بيستعد لمبارتي غينيا واسيوبيا في التصفيات الافريقية نبدأ مع بعض بصفحة في الجول على الفيسبوك ونشر التصريحات لوليد العطار المدير التنفيذي لاتحايد القرى اللي قال فيها لعبوا الاهلي وصلاح ينضمون لمعسكر مصر اليوم واتكلم كمان على موعد طرح تذاكر لقاء مصر وغينيا وانه يكون فيه كمان خلاص يعني نتكلم فيه حوالي اربعين الف متفرج في مباراة مصر وغينيا على استاد القاهرة الدولي وتم طرح التذاكر والمباراة ان شاء الله يوم خمسة يونيو خلال الفترة القدم اقل من ستة وتسعين ساعة على اولى المباريات لمنتخبنا تحت قيادة ايهاب جلال اتفقنا اختلفنا دلوقتي كلنا في صف المنتخب نتمنى التوفيل الجهاز وان شاء الله يعمل النتائج كويسة ويكون استعادة الامجاد بالنسبة للقرى المصرية في السنوات القادمة طيب خبر تاني معايا او نقطة تانية مهمة السوشيال ميديا تكلمت عليها كورا بلس كان مهتم بفكرة انتظام لاعبي النادي الالي في معسكر منتخب مصر استعدادا لمبارتي غينيا واسيوبيا بمنسبة التذاكر يا جماعة النهاردة الاربع تم طرح التذاكر خلاص من خلال موقع تسكرتي والاسعار الدرجة التالتة هتكون بسعر خمسين جنيه عشان يكون فيه اقبال على الحضور طيب لعبة النادي الاهلي خلاص انتظمت في معسكر منتخب مصر وزينا احنا شايفين ان شاء الله هيكون فيه تواجد لحوالي سبع لاعبين محمد عبد الملعين بقى امكانية وجوده او عدم وجوده ده يتحدث خلال ساعات لكن موجود ابرز لاعبي الاهلي الدولين وكمان عندنا لاعبين محترفين بيرسيتاو مع جنوب افريقيا أريو ديانجي مع منتخب مالي علي معلول مع منتخب تونس فبالتأكيد هيكون فيه يعني اكتر من لاعب موجود فيه الاجندة الدولية من خلال النادي الاهلي اللي ممثل دايما مش اقل من 10-11 لاعب في المنتخبات الافريقية طيب جريت الشروق راحت لخبر مهم جدا وهو متعلق بقمة الاهلي والزمالك يوم 19-6 من هو حكم هذه المباراة اتحاد الكرة يستقر على حكام قمة الاهلي والزمالك صفحة الشروق على فيسبوك قالت نقلت تصريحات لواليد العطار قال فيها ان مباراة 19 يونيو الجاري تم الاستقرار على طاقم حكامها ولكن سيتم الاعلان عنهم في الوقت المناسب اعتقد يعني حسب معلوماتي انه حكم اجنبي لكن اتمنى يعني اتمنى مش هرجه الرسالة لعصام عبد الفتاح على الموضوع بالنسبة لعصام عبد الفتاح خلاص بقى يعني ايه مش محتاج اضافات كتير تتقال لكن اتمنى من اتحاد الكرة لما يتابع هذا الملف ويجي حكم اجنبي يكون حكم مصنف حكم موجود في نهايات دوري ابطال اوروبا حكم موجود في المباراة الكبيرة في الدوريات الاوروبية مش عايزين مفاجآت او حاجات دا ما هتقيل شوية عشان ايه مش نقصة يعني جدل اكتر ما احنا فيه يعني محتاجين يجيبوا حكم مصنف اخرج الافاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف الترند العالمي ومشاركة الجمهور على السؤال اللي طرحنا في بداية الحلقة اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند وانا استعرض فيه الترند العالمي وابرز المعلومات والاخبار واللي بالتأكيد هيكون فيه بداية الاهتمام على محمد صلاح طيب الترند العالمي حساب ميرور على تويتر بيقول ان محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الانجليزي مستعد للرحيل عن ليفربول بعد نهاية عقده كلنا عارفين ان صلاح لسه متوقع في عقده سنة وكان عمل مؤتمر صحفي مع فريد ليفربول قبل مباراة ريال مدريد في نهاية الشامبونز ليج واتكلم ان لسه بقي سنة في عقده لكن الميرور بتتكلم على ان صلاح مستعد للرحيل بعد نهاية العقد يعني بعد المسم القادم مش هيكمل مع ليفربول ده على عهدة الميرور طيب صلاح ممكن يروح فين الكلام اللي مكتوب ان النجم المصري يفضل البقاء في الدورة الانجليزي حال رحيله عن ليفربول في الفترة اللي جاي طيب كمان موقع سكواكا بتكلم وده حساب سكواكا للإحصائيات بيقول ان منزل ضمان محمد صلاح ليفربول شارك بشكل مباشر في 28 هدف على الاقل في الدورة الانجليزي الممتاز اكثر من اي لعب طبعا بنتكلم على ان محمد صلاح قدامنا في الجادر اهو 18 جول عمل 48 أسست تحتيه هاريكين ثم سون هينجمين بعد كده رحيم سترلينج ثم جيمي فاردي بعد كده كيفين دي بروين دي القائمة الخاصة بإحصائيات سكواكا على اللاعبين اللي شاركوا فيه الفترة الأخيرة في الدورة الانجليزي طب نروح للمشاركات ونشوف رأي الناس في السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة رأيكم في الاختيارات لكابتن إيهاب جلال بالنسبة لقائمة المنتخب أستاذ محمد يقود بيقول اختيارات موفقة كل الدعم المنتخبنا الوطني يا رب فيما هو قادم بإذن الله وبرسالة دعم في الفترة اللي جاية جون بيقول حاجة غريبة جدا بالنسبة لي أو بالنسبة بالنسبة يعني لاستبعاد محمد هاني أو عبدالقادر هو جون كان شايف أن يكون المنتخب محتاجة هاني وعبدالقادر في الفترة اللي جاية وجهة نظر بالتأكيد لجون طيب هاني محمد بيقول بالتوفيق إن شاء الله لمنتخب أم الدنيا مصر دقت كل نصر بطل كل عصر يا حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر شكرا جدا يا أستاذ هاني وكان يعني تعليق مهم أو تعليق مميز أختم به حلقة النهاردة من برنامج التريند في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء شكرا